حكايتنا النهاردة عن واحد اسمه ياسر اللي بيحكي وبيقول ان هو شابة ولد في وسط إيلة بسيطة أبوه موظف على قد حاله وامه مش بتشتغل وكان هو أصغر إخواته اللي كانوا مش متعلمين مفيش بس غيب ياسر اللي خد بلوم صنايع واستكفى على كده وكان كل تركيزه في الشغل وياسر كان طموح جدا وأحلامه كبيرة ومحدد دايما هدفه انه يبقى غني وفعلا كان بيشتغل بأيده واسنانه وكان بيعمل صمصرة في عقارات وكان بيتاجر في أي بضعة وفعلا قارف يعمل فلوس وبدأ يكبر شغله وفي مرة كان هيخسر كل فلوسه عشان كان فيه شغل مستورده من بره وصلاحياته طلقت منتهية وكان فيه واحد صاحبه واقترح عليه ان هو يدخل الشحنة وهو عنده موظف هيخلص له الحكاية دي كلها ياسر قال له ده أكل انا ليمكن ادخل البلد أكل منتهي الصلاحية بس صاحبه اقنعه وقال له انه كده هيخسر كل فلوسه وهيبدأ من الصفر تاني فياسر وافق وراح للموظف وادداله رشوة وخلص له الموضوع كله ودخلت الشحنة وكسب فيها فلوس كتير قوم وعجبه الموضوع وبقى بيشتري أكل منتهي الصلاحية ويغير تاريخه ويبقها في السوق بسعر عالي جدا وبيكسب فيها وبقى من الناس المهمة اللي معاهم فلوس اللي فلوسهم اديالهم سلطة وبقى اسمه معروف في المجتمع وتجوز ياسر من واحدة بنت ناس جدا من الطبقة الهاي بنت رجل اعمال كبير جدا وفلوسه اقدم زانية دولة بحالها وكان متجوزها علشان اسمها وصلت اتقبوها ويزود هيلمان على هيلمانه وكان عايش معاها حياة مرفاهة جدا وبيصرف عليها ببزخ بس كان ما بيحبهاش كان دايما من جواه شايفها مش مالي عينه كان شايفها عروسها بلاستيك مصروف عليها زيادة عن اللزوم وكل كلامها لغات ما بيفهمهاش ودايما تقعده مع ناس هو مش بيطيقهم بس مضطر يقعد وسطهم علشان الوجهة تكمل وخلف منها ولد ياسر كان بيحبه جدا وكان دايما بيحاول يربيه بطريقته مش بطريقة امه وكان مصاحبه وبيخده معاه في كل حتة وكان معرفه كل حاجة في الشغل وكبر ادهم وهو في الشغل بتاع ابوه اتعلم فيه كل حاجة تقريبا وهو عند 14 سنة كان بيدور الشغل زي ابوه اكتر وكان ادهم ليه اخين اصغر منه زياد وهاني اللي كانوا متدلعين زيادة عن اللزوم وكانوا عكس ادهم خالص اللي كان بيحب ابوهم جدا بس هما كانوا قريبين لاموهم اكتر وكانت مدلعاهم على الاخر ودايما بتديلهم فلوس كتير وبتوقف قدام ابوهم لما بيعقبهم على اي مصيبة بيعملوهم وكان زياد وهاني ليهم صحاب صيعة زيهم بالزبط اهلهم بيدلهم فلوس كتير بس نسوا يربوهم واصحابهم علموهم شرب الممنوعات وشوية بشوية بقوا مدمنين وفي يوم الشغالة اللي في البيت شافت زياد وهو بيطعطى فراحت قالت لابوه واعترف لهاني ان زياد كمان مدمن وخدهم ودهم على المصحة وقعدوا فيها ثلاث شهور وخرجوا تاني وابوهم واموهم افتكروا ان هما كده تعالجوا بس الاسف كان بيحصل كرسة في المصحة كانوا بيبقى لهم الممنوعات جوه وزياد وهاني كانوا بيمثلوا عليهم ان هما خلاص بطلوا وبقوا كويسين وفي مرة كانوا راجعين البيت متأخر واخوهم ادهم شافهم وكان بيكلمهم لقاهم مش في وعيهم وقعرف ان هما رجعوا يشربوا تاني وقال لهم ان هو هيقول لابوهم بس اتفاجئ ان هاني اخوه ضربوا في فوزة وادهم وقع على الارض ونزف كتير على ما نقلوا المستشفى كانت وفا وياسر ما بقاش مصدق ان ابنه ادهم راح وكمان اخواته الاتنين اللي عملوا فيه كده واموهم لما عرفت وقعت وطيبت وجالها شلل انزعلها على ادهم ابنها وعيالها اللي راحوا في دهي والبوليس جاء ابض على هن اللي اتحكم عليه بعد كده في 15 سنة وزياد فضل اتعطى ممنوعات لحد ما بقاش وعي بالدونيا وما بقاش داري بقى اي حاجة واضطر يودوم مستشفى الامراض العقلية اللي عاش فيها بقيت عمره اما ياسر عرف ان الفلوس الحرامة بتدومش وانها لازم في النهاية هتغرقك وياسر بدأ يخسر كل فلوسه بعد وفاة ابنه ادهم والشركة بدأت تتسرق وهو في دونيا غير الدونيا بيفكر في اللي حصل له هو وولاده ومشغول بالكوارس اللي عملوها لحد ما فلس وبقى مش لقى يأكل وبقى عايش في الشارع الناس فاكره مجذوب او شحات وما حدش عارف ان الراجل ده في يوم من الايام كان فاكر نفسه انه هو معاه كل حاجة